كما شارك سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للجؤون السياسية في الاجتماع الأول لمجموعة العمل العربية الوزرية بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الاعتداء على سيدتها ووحدة أراضيها وقد صدر عن الاجتماع بيان أكد أن تضامن العربية الكامل مع حق جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة أي انتهاك لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وتكثيف التعاون مع الحكومة الصومالية وكافة الشركاء والمنظمات الدولية والإقلامية لحجد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات وإجراءات داعمة لسيادة الصومال ووحدتها وتعزيز أمنها واستقرارها ومسيرتها التنموية موسيقى